طيب خلينا نروح كالعادة زيماً زيما بنكون مع حضراتكم خلينا نروح لزاملنا المتقلق أمير هشام يقول لنا برضو ماذا يحدث في أرض المنديال مع بعثة النادي الأهلي ياميرو يعني الحمد لله على سلامتك وحشتنا من المبارح للنهاردة يعني طمرنا بقى على البعثة وما يحدث داخل بعثة النادي الأهلي مساء الفل عليك كابتن إسلام تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعة قناة الأهلي في كل مكان يعني ساعات حاسمة وهمة جداً في مشوار النادي الأهلي في بطولة كاس العلم للأندية وهي كمان لحظات تاريخية بالنسبة لكل الأهلوية بكل تأكيد بما أنك تلعب في الدور قبل النهائي من هذه البطولة وبما أنك تلعب مع باير ميونيخ بطل ألمانيا وبطل أوروبا هو أفضل فريق في العالم دلوقتي واللي بيدم أفضل لعب العالم وأفضلهم كمان اللي هو البندوسكي بخلاف يعني كل اللعبين اللي فيختلف الخطوط كلهم لعبها يعني أكثر من رائعة فالله يكون فعون مستر بيتس المسماني في كيفية مواجهة هذا الفريق القوي لكن الثقة هي سمة النادي الأهلي الحماس كمان سمة اللعبين خلال التدريبات الأمور ماشية بشكل جيد جداً الكل متأهب لهذه المواجهة وبينتظرها بفارغ الصبر لكن خليني تحديداً كابتن إسلام أتكلم معك بخصوص مران الأهلي الأخير واللي بيجرى في هذه اللحظات واللي بدأت من حوالي عشر وشهد قبل مرة الفتحة ما بين اللعبين والجهاز الفني لكن استوقفني دايماً بركز على الكلمة اللي بتبقى بعد الاجتماع أو إيراية الفتحة دي استوقفني الكلام اللي قاله مستر بيتس المسماني هي جملة واحدة هفاً استمتعوا ده كان كلام مستر بيتس المسماني للعبين تصرحاته اللي في المؤتمر الصحفي هي هي نفس التصرحات أو بنفس المعنى اللي قاله اللعبين قبل بداية المران النهاردة واللي أكيد بيقوله اللعبين خلال المحاضرات أكلمك بتفاصيل أكتر بخصوص تفكير مستر بيتس المسماني بخصوص هذه المواجهة وتحديداً التدريبات النهاردة يعني خفيفة نزل بالمعدل بدني بشكل كبير جداً ما فيش أي تدريبات بدنية كلها عبارة عن بعض التدريبات بالقرى الخفيفة خالص ومفيتها حتى هذه اللحظة ما فيش أي جملة تكتيكية أو ما فيش أي جوانب خططية بيركز عليها مستر بيتس المسماني لكن الواضح أنه هو مذاكر مع لعبته بشكل كويس قوي كل هذه الجوانب التكتيكية والخططية من خلال المحاضرات المختلفة سواء محاضرة مبارح أو محاضرة النهاردة اللي أيضاً خدت حوالي 35 من 35 ل 40 دقيقة وحديث كان مهم جداً من المدير الفني مع اللاعبين وكان في بعض اللقطات اللي تم تجهزة من قبل محلل الأداء واللي تم عرضها على اللاعبين بالنسبة لنادي الأهلي ولقطات خاصة بفريق باير ميونيخ وطريقتهم واسلوبهم في الملعب حيكون عامل إزاي الأمور في الحقيقة جيدة المعنويات مرتفعة والتفاؤل بيسود بعثة النادي الأهلي يارب الأهلي يكون موفق بكرة كابتن إسلام خليني كمان أقولك أن كل اللاعب النادي الأهلي جاهزين حتى هذه اللحظة وأنا معاك والتدريب لسه مخلصة طبعاً الكل جاهز بدنياً وفنياً ونفسياً لهذه المباراة خليني أقولك كمان أن مستو بيتس موسيماني بيتعامل نفسياً بزكاء جداً جداً مع اللاعبين قبل هذه المواجهة المرتقبة ومباراة البايرن وده جزء أهم جداً أن أنت أما تيجي تلعب مباراة كبيرة إزاي دي لازم تركز على الجانب النفسي يعني عجبني جداً كلام الراجل مع اللاعبين وواضح كمان الكلام ده من خلال التدريب الأخير تحديداً بس أنا عايز أرجع معاك يا كابتن إسلام لتدريب مبارح وبعد ما أنا خلصت معاك هوا دخلت تابعة التدريب تاني وقلت أشوف إيه الأمور في الدنيا ماشية إزاي مستو بيتس موسيماني عنده اتجاهين بيفكر فيهم اتجاه ما واتجاه آخر هو يعني لسه معرفش استقر على أنه اتجاه فيهم اللاعي لعب بيه لكن ممكن يكون الكلام ده تم يعني استقرار عليه من خلال المحاضرات واللعبين كمان ممكن يكونوا عرفوا حيلعبوا إزاي في هذه المباراة في المحاضرات لكن في الملعب النهاردة ما بنش هو اختار أنه اتجاه فيهم لأنه هو مبارح في التأسيمة مع نهاية الموران جرب طريقتين طريقتين لعب وتشكيلين مختلفين قد يكون هناك مفاجآت وقد لا يكون هناك مفاجآت ولو في مفاجآت ممكن تبقى مفاجآت خططية بالنسبة لمستر بيتس موسيماني الله أعلم هيعمل إيه بكرة؟ خلينا ننتظر وخلينا نترقب وخلينا نتفائل ويبقى عندنا ثقة طبعا في اللعبين وفي الجهاز الفني دول أبطال أفريقيا أبطال قارة كبيرة جدا مليئة بالفرق المميزة فازوا في أول مباراة في كاس العالم عندهم فرصة بإذن الله أكيد قائمة ودي كرة القدم أن أنت تفوز على فريق بايرن ميونيخ عشان يكون حدث للتاريخ كمان استوقفني النهاردة أحد تصريحات مستر بيتس موسيماني في المؤتمر الصحفي وهو تصريح مهم أو يجب أن نقف عنده هو أتكلم قال على أهمية هذه المباراة ومدى صعوبتها وهي مباراة في كل الأحوال التاريخية بالنسبة للنادي الأهلي لكن قال حاجة مهمة أو يقول لا أعتقد أنها ستكون هناك أهم مباراة في تاريخ الأهلي هي مباراة تاريخية كما أنها ستكون هناك أهم مباراة في تاريخ الأهلي فنقدر نستشف من التصريح ده إنه ممكن تكون أهم وموراب نسبة للنادي الأهلي في تاريخه. يارب يارب تكون نهائي كاس العالم. هنشوف اللي هيحصله إن شاء الله الأهلي يكون موفق في هذه المبرهة. كمان فيه إلمام كبير طبعا بفريق البايرن كابتن إسلام وإلمام. يعني إحنا كلنا منلعب البايرن في البلايستيشن ساعات يعني. منشوفهم ومنلعب بيهم في البلايستيشن وحافظين لعباتهم. كل الناس حافظة لعبات البايرن اللاعبين نفسهم عارفين اللعيبة طبعا من خلال متابعاتهم في الشامبينزليجة وفي الدوري الألماني اللي بيتابع الدوري الألماني. لكن إزاي هيتعامل مستر بيتسو موسيماني مع كل العناصر. يعني أنت عندك في كل الخطوط بداية من ناير في الدفاع عندك سولي بوتينج عندك بافر عندك ألفونسو ديفيس أحد أسرع اللاعبين في العالم في الحقيقة توليس ومكان جريتسكا. غايب بسبب الكورونا وده كان يعني غياب ممكن يكون مؤثر لكن هيعوضوا توليسوا بشكل كبير جدا أو كيميتش اللي ممكن يلعب في نصف ملعب الجوكر بتاحهم. اللاعب التكتيكي العالي جدا اللي ممكن يلعب في أي مكان باكرايت باكليفت نصف ملعب لعب تيئيل قوي. بخلاف طبعا من خط الأمامي جنابري وعدد كبير جدا من اللاعبين كومن أكيد ليفندوسكي ثانية كما أنا على الدكة لو حتى ما ممكن يلعب أساسي فأنت هتقفل من إنو لابنين لكن بإذن الله بإذن الله الأهلي يقدر يتعامل مع هذه المباراة بالشكل الأمسل وبإذن الله يكونوا موافقين طبعا 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 وإحنا فرقة قيلة وفرقة كبيرة جدا طبعا. النادي الأهلي اسم كبير وتاريخ عظيم وإسمه يكفي وبإذن الله بإذن الله عندنا لعيبة ما شاء الله عليهم ما شاء الله لكوات الله بالله كلهم بلا استثناء لعبين كبار ولعيبة دوليين يقدروا بإذن الله يحققوا أمال النادي الأهلي وجماهيره لأن طموح جمهور النادي الأهلي دايما بلا حدود وإنت عارف طبعا طموح عن طموح بإفريق كابتن إسلام أمير النهاردة كان في لقطة واضحة جدا لبيتسو موسيماني مع فليك المدير الفني لباير دم يونيخ عرفت كواليس اللقط والتقابل ما بينهم إيه اللي حصل بينهم هي المقابلة كانت صدفة بصراحة إحنا لما النهاردة طبعا التعارف كان فيه الاجتماع الفني الأول وبعد كده كان فيه المؤتمر الصحفي المستو موسيماني محمد الشناوي وكان فيه تفقد لأستاذ أحمد بن علي اللي حستطيف هذه المباراة وإحنا خلاص ماشيين من أستاذ أحمد بن علي بعد ما خلصنا كل الترتيبات اللي كان بتتعلج بجدول النادي الأهلي النهاردة بالصدفة في ممر الملعب حصلت المقابلة ما بين مستر بيتسو موسيماني وهانس فليك وكان كلام محدود أمام بينهم يعني كل مدرب تمنى للآخر التوفيق وخدوا بعض السور التذكرية مع بعض وبس يعني ما كانش فيه استفادة في الحديث عن المباراة إطلاقا يعني لكن كل مدرب أكيد بيحترم الآخر وكل مدرب عنده فكره بخصوص هذه المباراة وكيفية التعامل معها تمام أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز أمير هشام على كل هذه المعلومة